غضب وحناجر تصرخ مطالبة بالحقوق ونساء بكامل حرية تعبير التي منعت منهن في الشاحات وهنا قوائم للشهداء وأسماء يوثقها التاريخ على أبواب ناصرية تظاهرة بلون جديد تنطقها الألوان وتحركها ريشة الرسامين لتوثيق ثورة تشريل فن الجرافيتيا الذي يعود على جدران ناصرية كما في بغداد أيضا ويحيي متنفسا شعبيا ويعكس صورة العقل الشعبي ومخيلته التي يحلم بها أو يريد لها أن تتحقق كما يريد له وطنا خاليا من الموت حتى وإن كان برشة رسم ولون أحمر يعكس لون الدم الناصرية التي خرجت منها ساحة الحبوم بتظاهرات ومطالب للإصلاح تعيد بث رسائلها من جديد انتصارا للمتظاهرين والنشطاء الذين ضحوا بدمائهم لأجل بلادهم وأن يكون العراق فوق أي اعتبار وهنا يقبض العراقيون على جمر الانتظار يوحدهم العلم راية جامعة وهم يتعطشون ليوم انتخابات نزيهة تنهي زمن الكتل والتحالفات ويصبح العراق واحدا بسياسيه وأحزابه وانتماءاتهم لأجل العراق لا لأجل جماعات وانتماءات خارجية أو داخلية الحكومة العراقية تعلن في مشوارها بناء مشروع سياسي وتهيئة بيئة آمنة وحدود مستقرة وإعادة للإعمار فيما تقف في وجهها معوقة الإرهاب والخروج عن القانون والترهل الإداري وفساد التراكمات كل هذه التحديات يريد لها العراقيون أن تزول وتذهب دون رجعة حتى لا يعود اشتعال الساحات مكررا نزف الدم والغضب الذي لا يخدم إلا أهداف الراغبين أن يدوم العراق في فلك الصراعات